عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وانشيك ونظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين في سيول اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للمجلس الاستشاري الأمني الكوري الأمريكي وتم خلال اجتماعات اليوم مناقشة سبل تعزيز ردع تهديدات كورية الشمالية النووية والصاروخية من خلال تحقيق تشغيل مجموعة التشاور النووي والتي اتفق الرئيسان الكوري والأمريكي على إنشائها في محادثات القمة بينهما في شهر إبريل الماضي كما راجع الوزيران استراتيجية الردع المخصصة التي تم توقعها بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي في عام 2013 وسط تهديدات كورية الشمالية الصاروخية والنووية المتصاعدة ووقع الجانبان أيضا على استراتيجية الردع المعدلة التي تضم تدابير لاستجابة العسكرية وغير العسكرية المحددة للأزمات المتعلقة بالأسلحة النووية وتهدف إلى تعزيز قوة الردع ضد تهديدات أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية واتفقا على إنشاء نظام بين الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي من أجل تبادل معلومات الأقمار الاصطناعية الأمريكية الخاصة بالإنذار المبكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة